مرحبا وأهلا فيكن حقيقة شيء يصير بدرعا اليوم مؤسف مرح أنا يعني أذكرت تفاصيل في كتير من القنوات وشباكات التواصل الاجتماعي على تغطي الموضوع ولكن يلي خايفين منه حصل تحولت المنطقة درعا البلد وبعض المناطق يلي كانت يعني موجودة ضمن إطار مفهوم المصالحات كانت بشكل أو بآخر يعني فيها نوع من حكم المحلي الزاتي التواجد محدود للنظام فيها تحول الموضوع اليوم لصراع مسلح منذ صباح هذا اليوم هناك يعني كر وفر بين المسلحين الموجودين معارضة المسلحة الموجودة في درعا وبين قوات النظام وميديشياتو المؤسف ليش عبقوا المؤسف لأن نحن الحقيقة ما منتعلم يعني من الدرس والحقيقة حتى اللي بيتعلموا فهمين شو عبي صير ما بيدن شي يعملوه يعني احيانا مع الأسف صرنا تعلمنا بالأزمة السورية أنه القدر حتى ترسموا يعني الدول العظمى يعني أنت يعني قدامك شيء عبي صير مثل أحيانا بتصير هاي مثل يعني الكوارث الطبيعية زلزال عاصفة بتفهم بس أنت ما فيك توقفها وهذا الشيء تماما يلي عبي صير بسوريا نفس السيناريو تماما نحن ما بدنا نشكك بنزاهة حدا ولا بدنا نحكي من من خلف الأبواب ونعرف شو في بالنفوس ولكن السيناريو نفسه عبي اتكرر الموضوع بسوريا صار واضح الموضوع بسوريا هو مرة تانية وعشرة أنا بحكيها هو إعادة رسم للخرائط إعادة يعني التغيير الديمغرافية أو التغيير الديمغرافي واضح في مناطق المطلوب تهجير أهلا إلى مناطق أخرى وهكذا بكل يعني هلأ بيقلك في مهجرين وفي لاجئين معظم هؤلاء المهجرين واللاجئين تهجروا بسيناريو واحد الدولة بتنسحب من المنطقة يلي بدها تهجرة تظهر فيها مظاهر التسلح والمسلحين بقيادات شي بنعرفه شي ما بنعرفه يتمسكوا هالمسلحين في المنطقة وبيخوضوا معركة محدودة ضمن النظام الحقيقة ما بتحقق أي مكاسب على المدى الطويل وما شفنا نحن معركة حققت مكاسب يعني بشكل مباشر مع النظام النظام من خلال هذه المعارك يثبت أن من هم داخل هذه المنطقة هم من المسلحين وبين قوسين الإرهابيين والجماعات المتشددة والمتطرفة وبيبرر إلا وبيعمل يعني بشكل كتير محترف أنا يعني أشك تماما بأنه هو اللي عم يعمل الشي أكيد من مدعوم من قوى خارجية استخباراتية وناس بتخطط وبتعرف شو عم بتعمل بيخلوا هدون الناس يشكلوا خطر على حاضنة على مجموعة بشرية أخرى يعني أنا بتذكر بجوبر وهي منطقة كتير قريبة من بيت أهلي بشجام بشرق التجارة وصلوا على شرق التجارة المسلحين لفترة من الفترات وصرنا الرأبون بالجوجل والحط الخرائط والكذا وتراجعوا وظلوا متمسكين بالمنطقة يعني الغريب أيضا عندما تخصف هذه المناطق وعندما يكون هناك عمليات عسكرية ضد هذه المناطق المدنية بالمناسبة مرة تانية مسلحين يتمسكون بهذه المناطق ما بيطلعوا منا ما بيطلعوا منا غير معظم الأهالي معهم مثل ما بنعرف صنع نعرف الباصات الخضر هذا السيناريو اتكرر به عشرات المناطق في سوريا هلأ النظام وصاحب المشروع طبعا النظام هو جزء من المشروع ولا يملك أي قرار أنا باعتبره مثل أو مثل أي سلطة أمر الواقع وسميهن أنا السلطات المحلية المأمورة من جهات خارجية عم بتنفذ مشروع واضح صار بالنسبة لي طبعا وتعتمدوا موضوع التسويات ومصالحات وحتى هلأ خفض التصعيد والحكي هو نوع أنا باعتبره من إعادة الجدولة هو من جدولة العمليات العسكرية ترتيبة زمنيا أو ظرفيا لحتى يصير الظرف والزمن مناسب ليقوموا فيها ولكن هي ما انتعيد وبالعقل يعني مين في دولة بتقبل أنه هيك منطقة لض يعني لا تكون مثل ما بيقولوا لا مطلقة ولا معلقة يعني بدي يصير في حلفية بالنهاية فبالتالي عمليات التسوية كلها كانت إعادة جدولة لحتى يرجعوا يستفردوا فيها لهذه المناطق وينفذوا المشروع وقت بلش الكلام عن درعه والموضوع من الشهور قلنا طبعا مثل غير المناطق في كتير حكوا أنا منهم قالوا يا جماعة الأولوية بناء على التجارب السابقة الأولوية هو عدم تهجير أهالي المناطق يلي اليوم مثلا ندرع البلد بشكل أساسي إلى خارج هذه المنطقة لأن هذا هو المخطط يعني مش شغله معركة وانتصار شو أهداف العدو بين قوسين أهداف العدو صارت واضحة هي تهجير الناس فإذا نحن بدأ نفوز عليه ما بدأ نعمل نكاية وجكارة أو نكون جزء من المخطط منخلي الناس بمدنة هذا أكثر شي يزعج المخطط أو المشروع وأنه لا تحولوا المنطقة لصراع مسلح لا تفرحوا على حالكم أنه أنتوا أخذتوا حاجز أو أسرتوا عنصر أو أتلتوا ما بعرف شو هذا الموضوع صارت الصورة يعني هذا الموضوع هدفه إظهار الصورة للحلفاء أو الشي النظام وللعالم بأنه هذه المنطقة تضم مسلحين متشددين خارجين عن الدولة ويجب أن تعيد الدولة السيطرة على هذه المناطق لا يمكن أن تقبلوا دولة في العالم هذه الرسالة وبالتالي بيصير في عندهم غطاء وتيجي الدول الحليفة وهذا صار بدرعها حتى بأكثر منطقة وبتحصل المنطقة بالطائرات لا يمكن مقارنة القوة النارية بين المسلحين بين أسلحتهم يعني بين الفردية والمتوسطة مع الطائرات الروسية على سبيل المثال المعركة محسومة مع الأسف آخر شيء تحت هذه الضربات وتحت هذه المعركة غير متكافئة المسلحين بيقرروا يطلعوا ويطلعوا ويسحبوا معهم كل الأهالي يعني وتفرق ويتم تفريغ منطقة أخرى من مناطق سوريا ما بنعرف بالمستقبل مين بديس كنا زراع مسلح في منطقة لازم يكون تعلمنا يعني هذا السيناريو بحزافيره رح يطبق ما في أمل نطبق غير سيناريو نحن ما كان هدفنا وهدف كل الناس يلي اشتغلت بالعشر سنين الماضية هو اللي حتى نسقط يعني هذا مانه هدف هذا وسيلة إسقاط الأسد وأنا برأيه هذا حكي حكيته ما رح كرره أصلا نظام الأسد سقط ما بيده أي قرار اليوم هو سلطة أمر واقع مثله مثل الجولاني مثل مظلوعة بدي ولكن نحن ما نطمح إليه كنا باقي يعني يرحل عفوا يعني حتى ما أقطع الفكرة باقي يرحل بظل سنتين ثلاثة أربعة رح يرحل ولكن نحن شو هدفنا كسوريين كل السوريين حتى المؤيدين الداخل مناطق النظام أو داخل مناطق النظام يلي نصفهم بالرماديين وأنا نصفهم أنه يعني مغلوب على أمرهم ما طالع بإيدهم شي هدف كل السوري ما بتوقع في سوري في عقل إلا بعض الشواز ما بيكون هدفه أنه يبني دولة القانون والمؤسسات وأتؤمن للناس حياة كريمة هذا يلي بدنا أياه كل ما كل الباقي هو عبارة عن تكتيك للوصول إلى هذا الهدف ممكن يكون في كر وفر ممكن نقبل اليوم بشيء بكرة نرجع عن غيره ولكن الأساس ولكن الأساس والأولوية اليوم أنه نحبط المخطط والمخطط صار واضح أذا فينا على الأقل ما نتحمل مسؤولية على الأقل ما نكون نحن شركاء في تنفيذ هذا المخطط على الأقل أنه ما نتحمل المسؤولية التاريخية مع النظام والقوى والمشروع الماضي واللي هو بيصب بمصالح ما لو علاء الشعب السوري فيها نكون نحن جزء من هذا المشروع لذلك الشي اللي نحسن نحن نعمله ورجاءنا من الناس اللي موجودين على الأرض يتجنبوا أي صراع مسلح وإذا كان هناك قرار دولي لإعادة سيطرة النظام على منطقة لا نظام مدعوم من هذه القوى كلها كل القوى الصديقة والعدوية للشعب السوري بين قوسين مع أنه أنا ما عشت تشوف صديق للشعب السوري لذلك يتركوا الناس وبيوته بكرة بشار الأسد يروح ولكن هذا الشخص اللي طلع من بيته من درعة من جوبر من باب عمر من كل المناطق أنا بأكد لكم طلع وفيه استحالة أنه يرجع على البيت على الأقل لأن صار هذا البيت هو عبارة عن ردم صار هو عبارة عن دمار ما بنعرف إذا بتقوم له قائمة بعد اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة